أحمد لو سمحت تتوسع قليلا بالمعلومات التي تتحدث بها المصادر الإسرائيلية والتوقعات الإسرائيلية لشهر رمضان خاصة أن أيضا يائر لابيد عبر عن مخاوفه من استمرار اتمار بن كفير بتولي هذا الملف لأنه يتوقع التصعيد في هذا الشهر يعني كان بن كفير عندما لم يكن وزيرا عندما كان فقط عدو كنيسة كان يؤجج الأوضاع في شهر رمضان إن كان بمحاولة اقتحام أشحي الشيخ جرح تنظيم مظاهرات ومسيرات في منطقة باب العمود الوصول إلى مناطق في القدس في البلدة القديمة اقتحام المسجد الأقصى المبارك وعليه كان بالأصل عندما لم يكن وزيرا كان يؤجج الوضع حاليا هناك خشية إسرائيلية تحديدا من زعيم المعارضة الإسرائيلية بأنه بقاء بن كفير في هذا المنصب المسؤول عن الشرطة الإسرائيلية وهذه الشرطة كما نذكر في عام 2021 هي التي اتخذت قرارا بإغلاق منطقة باب العمود أمام الفلسطينيين في مدينة القدس وفي حينها تزامن هذا الحدث مع ما جرى في حي الشيخ جرح واندلعت هبة الكرامة وكانت الشرارة حي الشيخ جرح وأيضا باب العمود لذلك هناك اعتقاد بأنه في حال بقي أو استمرت هذه السياسة سياسة بن كفير ربما سيؤدي بالنهاية إلى تأجيج الوضع في مدينة القدس وأي حدث في مدينة القدس قد ينعكس أيضا على الخارج في ظل وجود أصلا حالة من التأهب والتوتر بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وعليه هناك خشية هناك ترقب هناك قلق ولكن بالنهاية لا يبدو أن إسرائيل في هذه الفترة هي قد تستجيب لمثل هذه المطالب أو ربما قد تخفف من إجراءاتها في مدينة القدس في ظل أصلا حديث عن توسيع العملية نحو رفع في ظل أيضا الحديث عن استكمال هذه العملية العسكرية في قطاع غزة حتى تحقيق الأهداف والأهداف الإسرائيلية كما تحدثوا في بداية هذه الحرب تتعلق بالقضاء على حكم حركة حماس وقدرتها على الحكم وقدرتها العسكرية وأيضا تحرير الأسرة والمحتجزين الإسرائيليين بالأمس كان لافدا ما نشرته القناة الثانية عشر الإسرائيلية نقلا عن تقرير لشعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي المعروفة باسم أمان والذي أشار لأنه لرغم من هذه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ولكن التقديرات في أمان أنه ربما ستستطيع حماس ستبقى حركة حماس كحركة مسلحة وقادرة أيضا على خوض حرب العصابات ما يعني أن هذا الهدف لن يتحقق هدف القضاء على قدرة حركة حماس حتى العسكرية وفقا لأمان وهذا التقرير عرض على المستوى السياسي برئاسة بن يمين نتنياه شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات من القدس مراسل تلفزيون العربي أحمد جرادات